اشتركوا في القناة المختلفة هيكون عندنا لقائين على الهواء مباشرة ان شاء الله لقائنا الاول هيكون له طابع شبابي لقاء مع الطالب احمد علي رئيس تحاد طلاب المعهد العالي للفنون الشعبية والمدير التنفيذي اليوم الالعاب الشعبية وهيكون معنا في هذا اللقاء ايضا الطالبة مريم ممدوح رئيس فنون الاداء الشعبي الحقيقة المعهد العالي للفنون الشعبية المكان الرسمي زي ما بنقول لدراسة الفنون الشعبية بكل انوحها وكمان فنانين شعبيين من الطراز الرفيع هنشوف ايه الانشطة اللي بيقوم بيها الطلاب في المعهد العالي للفنون الشعبية من خلال هذا اللقاء وما اللقاء التالي فهيكون مع الأستاذ مصطفى كامل أستاذ مصطفى باحث في أيضا الحرف التقليدية وهو واحد من أبناء المناطق الشعبية بتشتهر بالحرف التقليدية لأبنائها والحوار هيكون عن مبادرة التراث الشعبي وازاي نحافظ على هذه الحرف التراث التانية فطبعا فيه الفقرات السابتة اللي معانا بعد اللي معانا وبنصبح عليك بنصبح على حضراتكم ورجعنا لكم الاستعراض أهم معروين صحافتنا المصرية الصديرة صباح اليوم الخميس 25 مايو 2023 وهنبدأ معكم من موقع أخبار مصر رئيس الوزراء يؤكد أهمية استضافة مصر للاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقية أما من جريدة الأهرام فمجلس الوزراء يوافق على مد خدمة 74 طبيب بشري ضمن أو ممن بلغوا سن المعاش من اليوم السابع الزراع تفتتح معرض للسلع الغذائية بأسعار مخفضة السبت المقبل بالمتحف الزراعي من جريدة الوطن الصحة تنفي توجيه فرق طبية للمنازل لتحصيل أموال مقابل التعاقد مع عيادات خاصة بسعر مخفض هنروح معكم للمصري اليوم والصحة مصر أول دولة يتم إعلانها خالية من فيروس سي من منظمة الصحة العالمية أما اليوم السابع فالمدارس تناشي الطلاب الثانوية العامة الحضور من أجل تسلم أرقام الجلوس عودة مرة أخرى إلى أخبار مصر والإسكان إسقاط تسعين في المائة من غرامات التأخير للشقق والأراضي حال دفع المتأخرات أما اليوم السابع فتحليق سبعمائة وخمسين سائح حول العالم على متن ثلاثين رحلة بالون طائر غرب الأقصر أسعار الذهب من جريدة الوفد الأسعار أمس الأربعاء عيار 24 يسجل 2754 جنيه عيار 21 2410 جنيه عيار 18 2066 جنيه أما الجنيه الذهب فبلغ سعره أمس 19.280 جنيه أحوال طقس الأرصاد طقس الخميس حار نهارا معتادل ليلا وفرص أنطار العظمى والصغرى درجات الحرارة في القاهرة 33 درجة العظمى و22 درجة صغرى أسكندرية 28 18 مطروح 26 17 سهاج 39 23 قنة 40 24 وأخيرا أسوان العظمى 42 والصغرى 27 درجة باستعراضنا لأحوال الطقس ودرجات الحرارة بنكون وصلنا لختام هذه الجولة الإخبارية لعنوين الصحف الصدرة صباح اليوم في القاهرة فاصل هنرجع لحضراتكم ونستقبل ضيوفنا ونبدأ لقاءتنا على الهواء مباشرة وبنصبح عليك رجعنا لحضراتكم وهنبدأ أولى فقراتنا على الهواء مباشرة النهاردة إن شاء الله ويمكن نوهنا في بداية الحلقة اللي امتبعنا من بداية اليوم إن إحنا هنتكلم فيه فقرتنا الأولى عن يعني يوم من أنشطة المعهد العالي للفنون الشعبية بأهمية إن إحنا نحافظ على طراثنا من الألعاب الشعبية الحقيقة موضوع يعني لذيذ جدا ومختلف والطلاب الأيمين بيه هيكونوا ضيوفنا النهاردة في أول فقراتنا خلونا نرحب بيهم الطالب أحمد علي رئيس اتحاد طلاب المعهد العالي للفنون الشعبية والمدير التنفيذي ليوم الألعاب الشعبية منورنا أحمد أهلا وسهلا ومعنا كمان طالبة مريم ماجد بقسم فنون الأداء الشعبي أهلا وسهلا الفن التشكيلي الفن التشكيلي أهلا وسهلا منورنا مريم في سنة أولى وأحمد سنة تانية كويس يعني بكلم معاك في سنة تانية وبقيت رئيس الاتحاد الطلاب فقلت لي معلومة كده نقولها للمشاريع أولا أنا خريج قبل كده خريج باكاليريوز يعني معايا باكاليريوز خدمة اجتماعية بعد كده قعدت تلات سنين بعد كده قدمت في المعهد باكاليريوز تاني برده أه يعني دي تاني باكاليريوز تاني باكاليريوز خبرة بقى ومريم دخلت على طول ولا برضو خريجة لا كنت في معهد سنتين اه وخلصتي وخلصت ودخلت معهد الفن الشعبي طب إيه اللي خلاكوا في الأول كده أحمد إيه اللي خلاك تروح أو تتجه لدراسة المعهد اه يعني أنا راكز برا في الفرقة الكونية فحبيت فرقة قومة الفن الشعبي اه في مصرح البلون هيل فحبيت إن أنا أتعمك أكتر في الفن الشعبي وأعرف دي بتتجه منين ودي بتتعامل إزاي اه دراسة بقى اه دراسة بقى اه واتعمك في المجالات بتاعت الرأس نفسها العناصر بتاعت الرأس ما دي حاجة كويسة قوي يعني إن يبقى الفنان كمان دارس اه مش بيعتمد بس على إن هو موهبة أو خبرة أو كده طب بالنسبة لك يا ماريام لا هون بالنسبة لموضوع كم موهبة يعني حبيت أدخل لشان أستفاد أكتر اصلا أنت إيه يعني بتعملي إيه شغلك إيه أنا بحب الحاجات الهند ميد اه ايه شغلك بتعملي إيه هند ميد اه بحب أشتغل كروسية بحب أشتغل على النور اليدوي اه أكتر من حاجات يعني حاجات كويس دخلتي بقى برضو الدراسات بقى العلمية للفنون الشعبية علشان تقصلي اه ايه طيب تقولي الألعاب الشعبية اللي إحنا فاكرينها إيه واللي شوية محتاجين إن إحنا نفكر الناس بيها تمام هقول بس الفكرة جات الزي أو بدأنا الزي قل الفكرة جات الدكتور مصطفى جات عميد المعهد اجتمع بدكتورة سمر وكيل المعهد برئيس الاتحاد اللي هو أنا اه قعدنا مع بعض واتفقنا إن إحنا هنعمل اليوم للألعاب الشعبية هنرجع دي العداد بتاعتنا والتقاليد بتاعتنا وممارسة الألعاب الشعبية البسيطة اللي إحنا كنا بنمارسها وإحنا صغيرين اه تمام دي برضو من ضمن دراستنا فاخترنا بالفعل اخترنا حوالي 14 لعبة كلها ألعاب طرفيهية ومنها ألعاب يعني منفسة مع بعض لعب تبقى لعاب أبدأ لعاب مش جيد خلاص فكلنا عرب داستهماية وصلح وإيه تهني لا لعبنا صلح وتحطيب بتاعت السعيد والأولى لعبت الأولى الأولى دي إيه بقى أنا فكره الأولى الحجلة الحجلة أه ولعبت الكراسي طبعا عارفنا أه طبعا دا كلنا منين اليومين دول؟ كتبنا الألعاب كلها بقسميها قسمنا الأراضي هيكت أصلا متقسمة جهزة احنا رسمنا عليها بس وبعدك تلعنا جهزنا الأزياء نحن كنا نلبسها يعني يعني اللعب دا كان لازم له أزياء لا هو دا كانت حاجة من عندنا إنته يعني حطيته بقى الأنسة تعيبت أه و بعدي كان نزلنا لعبنا معنا أزياء إيه يعني كان كلها يعني الفلاحي واسكندروني كانت أكتر من حاجة كل محافظة كان لها لبس معين لبسنا كنا ونزلنا نزلت بقى عملتوا لعبنا أه كان فيه فرق كتير على كل الأقسام يعني تقسمنا كل شوية يعني فريقي خلص لعبة ندخل على اللابة لبعديها يعني اللعبة كلها اللي كانوا بيلعبوا الألعاب دي طلاب معها أه أه كلنا زميلنا كلنا كان لعبة ما جبتوش حد من يعني دعوته حد من بره أو أه أه كان فيه ناس جاس من بره مين بقى دعيته مين لأه أنا مش عارفة في صرف أه مين يا أه مين اللي دعناهم تربية ريضية أه جامعة حلوان طلاب من جامعة حلوان طلاب من جامعة الكاهرة زميلنا برضو يعني لما بتيجي انت وتقول لزميلك وبردو مريم هتشاركنا على طول أو تقول لزميلتك تعالوا احنا هنلعب النحلة وصلح ومش عارب يعني قول لي رد الفعل بيبقى ايه بييجوا بيهزروا بيقول لك يا عم انت عايش في انت انسى باكل يعني قول لي ايه اللي بيحصل هو فعلا بالفعل حصل كده من الطلاب بتاعتنا كمان كمان اه من طلاب المعهد نفسهم لما احنا اعلننا عن اليوم قابليها بالفترة فيعني التعليقات اللي جات من الطلبة اللي هو ايه ده واحنا هننزل اليوم مخصوص عشان نلعب و ايه يا عم انتو بتا لا والألعاب نفسها متقالي يعني قليلين اللي يعرف اه اللي لعبوها مش كده يعني متقالي مريم انت موليدك انا 2002 طب 2002 متقالي لعبتي الحاجات اه اغلبها لعبتها لعبتي ايه انت زغال يا رب لعبت أولة اه لعبت شد الحب لعبت الكراسي كل الألعاب اللي كانت موجودة اغلبها لربتاح يعني موليد 2002 لعبو الألعاب اه لعب نفسها دال انت قابلي كده شو يا اه بكتير 96 كم 96 96 96 مش بكتير قوي يعني اه لكن لانتو متالي جيل بتاعك و لعب الألعاب دي اكتر اه كتير طبعا وطعمقنا فيها ويعني كنت وانا صغير في الشارع على طول بلعب بالي ونحل وبنامل طيارات وبنطير طيارات اقول انت منين اساسا اه الشرابية اه بس كده اه انا من المنيب من المنيب طبعا الاحياء الشعبية دي اصلا الالعاب دي هي اصل الممارسة للالعاب الشعبية نفسها طيب قولي بقى اليوم مشي ازاي لا الحمد لله اليوم مشي لزيز احنا بدأنا في الاول خالص اليوم السبح بالسحة قدام المعهد بتاعتنا وضطناها بحيث ان هي تكون كل يعني كل جزء او برتيشن لعبة عشان تكافل الاربع تشر لعبة في نفس الوقت يعني اه بعد كده جوم الفن التشكيلي دفعة الفن التشكيلي بتاعتنا بتاعت سنة اولى اه رسموا الارض بتاعتنا وبقدر الامكان حاولوا يعملوا نبزة بسيطة عن اللعبة نفسها عشان اللي مش عارف يعرف اللعبة يعني رسمة اه كلمة بشكل اللعبة الكلام ده وبالالوان البسيطة بتاعتنا برضو اه بعد كده قسنا الفرق اللي هي هتكون هتلعب من الطلبة وقسنا التحكيم او الكائمين على اللعبة يعني كان فيه كمان تحكيم اه اه من الاتحاد هو الاتحاد كله نزل عالارض واشتغل مع الطلبة ما كانش بيلعب هو اللي كان بينظم كل اللعبة ينظم ويحك اه ويحك يعني كل اللعبة واقف عليها اتنين من الاتحاد واحد تنظيم واحد بيحكم للطلبة طيب يعني مريم كان فيه طبعا شباب عارفين اللعبات دي ولعبوها قبل كده ينظم ويحك علمت طلبة من اوه فيه ناس كتير ما كانتش عارفة وتعلمت اوه فيه ناس كله كان بيلعب، كله كان بيتنطط، كله كان مفسود بأمانية طيب النوت وشه في الموبايل بتاعه يعني مفيش تفاعل الألعاب دي يمتقلي عمل التفاعل ده كبير أهمية الحكاية دي إيه؟ أول حاجة خالص التفاعل جي من الدكاترة والطلبة ما تقوليش دكاترة لعبه؟ والله أول ناس لعبه حلم حلم يعني الدكاترة أول ناس نزلت لعبة الألعاب وأولهم شد الحبل بيبدأنا بها ويقولي الدكتور مصطفى العميد هو نفسه بنحييه يعني هو طبعا بيعني بيبقى ضيفنا هنا وبتبقى اللقاءاته جميلة دايما يعني يعني عميد المعهد لايب شد الحبل أول حاجة خالص الدكتور مصطفى نزل لايب شد الحبل مع الطلبة نفسه وبعد كده الريكاترة يعني بدأت بقى أن هي تلعب الألعاب برضو بشد الحبل بالكراسي بالصيدين السمك كلام ده التفاعل بقى جيه للطالب والدكتور أن هما حسوا أن هما أول حاجة خالص رجعوا بالزمن اللي وراء كأنهم أطفال يعني بقى مفيش حساسية اللي هو من طالب أو من دكتور أو الكلام ده طبعا يعني هتحط ناتج أن الدكتور في المحاضرة هيكون الطالب بالنزل له قريب منه زي ما يكون ابنه أه دي حاجة مهمة يعني الحقيقة فعلا نشاطنا المثالي يعني تفتكر ممكن يوم زي كده ينتشر في جامعاتنا ياريت نتمنى ينفع يعني اه طبعا ينفع امكانياته بسيطة جدا ما تكلفناش في أي حاجة يعني ما تكلفتوش حاجة ما تكلفناش الألعاب دي يعني ايه تجهزاتها أوليلي يعني نفكر بعض كده بالأهم الأولى وبريلا بريلا مش كده والبلي وبوم والتحطيب والتعلفات والسبع طباط وصلح لعبت وصلح ايه لا أبوها لشباب بصلح ايه قول ل يعني الشباب pegaب ابو صلح وبرضو الي شاركت معنا لالعاب ويومهم لالعاب الشعبية ايو دكتورة غادر وريست الأكاديمية أه ؟ كلوا كلوا هوا كلوا لكل الأكاديمية تجلعات عندنا والتحاد الطلاب الأكاديمية برضو جيوا وشارك معنا اليوم ناس كتير فعلا جات من برا وشاركت معنا اليوم واليوم كان نفسه لذيذ بالروح اللي فيه يعني روح الطلبة والأسادزة والدكاترة أو أنتوا في تلعب وصلح والدكاترة كان الروح بتاعتهم حلوة ما كانش فيه حساسية في أي لعبة ولا في أي موضوع حتى لو فيه مثلا دكتور كان شادد مثلا في محاضرة لأ نزل لعب يعني اليوم مشي لذيذ جدا وحنا نتمنى فعلا أن هو يتمارس في الجماعات كلها تعالي يعني الجماعات مصر كلها الدكاترة كمان بعد ما نزلوا لعبوا مع الطلاب ممكن بقى الامتحانات تبقى لطيفة إن شاء الله ويمكن كلمتوا الدكاترة بقى يا دكتور النبي خفل هنا شوية إلغي هنا الحركات اللي الطلاب بيعملوا صح حصل الله حصل فريق الرأس نفسه بتاع المهد رأس الفن الشعبي وكمان الدفعة بتاعت الرأس والألعاب الشعبية في المهد هما اللي بيجمعوا الألعاب دي من الميدان يعني هما بينزلوا الميدان في الشارع مع الناس يشوفوا ويشوفوا الألعاب الجديدة إيه ويجمعوها لو الألعاب القديمة تطورت شوية مثلا في الإسم أو في شكل اللعبة أو في الممارسة بتاعتها طبعا بيدونوها عشان بيجموها المهد شوفوه طب إيه الألعاب اللي تطورت مريم تعرفي يعني ألعاب من الألعاب الشعبية دي دخل عليها أي تطوير تعرفي حاجة كده أو اتقال حاجة زي كده قدامك لا الحاجة زي ما هي لسه ما فيش حاجة تطورت يعني ما فيش حاجة من ألعابنا في بعض الألعاب شوية بتطورت اللي هي زي؟ يعني مثلا اللعبة الأولى دي المصميات بتاعتها بتختلف من منطقة لمنطقة في الكاهرة هنا بيسموها الأولى أو الحجلة في اسكندرية بيسموها سيجة بتختلف برضو الرسمة بتاعتها يعني رسمة المربعات نفسها اللي على الأرض بتختلف لعبة اللعبة تصلح لا بتصلح برضو بتختلف ما بين منطقة لمنطقة قول لي هي الألعاب دي ليها أماكن يعني أصول ليها طلعت منها أو هما اللي اخترعوها السكان في التوقيتات دي في الزمن ده هما اللي اخترعوها لا هو ما فيش غلابة التحطيب بس تعتبر الإلهام مؤصلة في السعيد ولعبته تحطيب لعبنا طبعا ده أول حاجة التحطيب برضو يعني التحطيب وحتى الدكتور مصطفى والدكتور مصطفى وأستاذ محمد الروبي نزلوا لعبه التحطيب معنا ومع الطلبة والطالب يعني ما حاولش ان هو يغلب الدكتور برضو طبعا لازم عشان ما سياسة برضو سياسة في اللعبة عايزين السنة تعد طيب ماريم قوليلي انت بقى كفنون تشكيلية بتبصي زي للألعاب دي وقال ممكن ان هي لعبة من دي تتحول لعمل تشكيلي انت تعملي او رسمنا احنا رسمنا اصلا في اليوم عملنا اللوحات حطناها موجودة يعني هتلاقى في الصور رسمنا على الارض كل ده كان فاني تشكيلي لأ اليوم كان فيه كذا حاجاني كان فيه كذا قسم اشتغل فيه يعني مش احنا بس يعني ايه الاقسام اللي اشتغلت فيه وانتوا كطلبة تعوينتوا مع بعض ازاي يعني احنا كفان تشكيل رسمنا وفرقة رأس اللي رأس بالطنورة واللي عمل تحتيب كذا حاجة وكان فيه موسيقى كان فيه حاجات كتير في اليوم انت احمد انت الرأس شعبي ايه النوع بترأس ايه شعبي مصري مصري اه في الفرقة نفسها فرقة الفنون الشعبية بيبقى ليكوا تأسيمات او مواقع جوه ولا يعني الراقصين كلهم بيقدوا كل الحركات كله بص اي راكس في الفرقة بيعمل كل حاجة لازم ان هو كده ده يعتبر عادة او عرف في الفريق عندنا ان لازم الراكس يعمل كل حاجة يرص ديكور يتعلم يعمل ديكور ازاي يتعلم يغير ديكور ازاي طبعا في الرأس والحركات طبعا لو احنا هنقوم بلعبة شعبية على مصرح هنعملها ازاي او الكلام ده برضو بيكون فيه تنصيق ما بين المصمم الاستعراض وما بين المدرج يعني ممكن الالعاب الشعبية تبقى عروض على المصرح كفنون شعبية طيب عملته ده قدرتوا تعمله ده؟ لا احنا الغاية دلوقتي ديكور ما عملوش بس فينا سكتير بس الفكرة موجودة شكرا والمزيجة بتاعتها بقت الكواليتي بتاعها حلو بحيث ان المشاهد لما يكون قاعد في المصرح وبيشوف الرأسة هو بالنسبة له نهاية رأسة لكن الاطفال بالنسبة له من هذه اللعبة ده ما دي بص بقى المكس ده ده حاجة روعة طبعا احنا خلصنا كلام عن الالعاب ويوم الالعاب الشعبية على المستوى الشخصي بقى قبل ما اختم يعني احنا كجمهور مرتبط عندنا الرأس الشرقي بمحمود رضا وفرقة رضا انا شايف شباب زي الفل مفيش حد فيكو يعني هيبقى محمود رضا عم احمد يا رب يعني طبعا يا رب اولا اخيرا لكن يعني محدش بيمشي على خطى الراجل العظيم ده احنا كلنا بنمشي على خطى رحمة الله عليه بس مفيش حد هيجي زي محمود رضا لان هو رائد راقص ومصمم هو رائد الفن الشعب في مصر وداري فعمرنا محد هيجي زيه طب ما هي هو فلتة لكن يعني مفيش فلتات تاني كلنا بنسعى بقى كلنا بنسعى وبنكتهد في العمل بتاعنا واي ان كان رأس او اي مجال بس فيه علامات وكمات اللي هو احنا مش هنتعداهم او مش هنتخطاهم لانهم خلاص عملوا كل حاجة فمفيش حاجة صعب صعب جدا لكن ان شاء الله ان شاء الله بإذن الله بندعي مريم يعني مستقبلك رسمى لنفسك دراسات عليا وكلام من ده ولا اتمنى يعني لو ربنا اراد اكيد دا يحسر ان شاء الله نشوفكو في احسن الاماكن اللي انتو بتحلموا بيها ان شاء الله كل التحية للطلاب في المعهد العالي الفنون الشعبية وكمان ادارة المعهد سواء العميد او الوكيلة او ادارة الاكاديمية اكاديمية الفنون كلها يعني بنتابع نشاطاتكو حاجة جميلة ودايما كده بالتوفيق ان شاء الله شكرا يا احمد شكرا يا مريم اشرفتونا كل شكر لمشاهدين اللي تابعونا من خلال فقرتنا فاصل هنرجع لحضراتكم بلقاءنا التالي وبنصبح عليك